السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي على قناتكم زهاف البيت اليوم إن شاء الله سنحضر وجبة عشاء أو غداء بطريقة جد مبسطة وسهلة وتدجيء رائعة لديدة لديدة سنعشقها ولداتكم وكذلك حتنتهم إن شاء الله تبعوا معي مراحل تحضير ويلا نبدأوا على بركتي الله أول حاجة غاد نديرو غاد ناخدو بطاطا غاد نوضعوها في الماء وغاد نخليوها تسلق المدد الكافية اللي غاد يتسلق لنا فيها البطاطا وبالنسبة القياس ديال البطاطا تيبقى على حسب الأفراد ديال الأسرة ديالكم عندنا هنا ينصف كيلو ديال لحم مفروم كفتا وعندنا واحد جوج فصوص ديال تومة اللي حكيتهم وبصلة متوسطة حكيتها كذلك غاد نضيف هالكفتا عندنا هنايا الخبز المحمص لشاب لغ اخديت هنايا كاس صغير ديال الخبز المحمص وغاد نضيف لهم بيضة وغاد نضيف العطرية عندي الملح التحميرة وعندي سكنجبير والإبزار صفي غاد نضيفه وغاد نبدأ خلط جيدا حتى يمتزجلينا العناصر اللي عندنا غاد نضيف شوية ديال ربيع نسيت ما تفتوش أنا هنايا غاد نضيفه كمية تتبقى اختيارية نضيفه ملعقة كبيرة ديال المعد نوس صفي وغاد نخلط زيان خلطه باليد ديالنا صفي هي الكفتة ديالنا موجودة تجي علها تشكل هذا تسعطي كمية كبيرة مع لشاب لغو البيض تسعطي كمية وفيرة سوف يبدأ نكور فيها على شكل كريات صغيرة ونضعها في الإناء حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة وبالنسبة للخبز المحمص ما نديروش كمية كبيرة نديرو قياس اللي غادي يجمع لينا الكفتة باش نقدروا نحصلوا على كريات على هاتشكل هذا لان لادرنا كمية كبيرة ديال الخبز المحمص او لشاب لغ غادي تقصح لنا وجينا ناش في الكفتة وفهاد الأثناء اللي تنصوبوا في الكفتة البطاطا ديرها فوق النار تتسلق صفي مبعد ما غادي نسالي الكمية ديالكفتة غادي ندوزوا للبطاطا صفي مبعد ما نسالي الكمية ديالكفتة كاملة كفتة تشوفو تتعطينا كمية كبيرة غادي نحتافضوا بها على جنب وغادي نمشي باش ننقي البطاطا راتت سلقتلية غادي ننقيها هيا من بعد ما نقيتها غادي نوضع واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة وغادي نبقى نمعس فيها على هات الشكل هذا غادي نضيف البطاطا غادي نضيف لها شوية ديال الملح وشوية ديال إبزار باش نسمها وتجي نبنينا وغادي نضيف لها شوية ديال أربع صفي وغادي نجمع ونخلط مزيان البطاطا صفي هاي البطاطا صبحت جاهزة غادي نشكل البطاطا ديالي على شكل الكوريات كيف ما شكلت الكفتة غادي نشكل البطاطا على هات الشكل هذا كيف ما تتشوفو غادي نصوب الكمية كاملة ديال البطاطا اللي عندي بنفس الطريقة ديالها كوريات حتى تنسالي الكمية اللي عندي ديال البطاطا كاملة صفي من بعد ما سليت الكمية ديال البطاطا جعلها تشكل هذا هنا غادي ندوزو المرحلة الثالثة في المول اللي غادي ندخلو الفرن وضعت هنا المطيشة جوجي حبت ديال المطيشة حكيتها ودرت فيها شوية ديال المليحة وشوية ديال ابزار شوية ديال زيت الزيتون او زيت المائدة اختياري صفي وضعتها هنا في هاد المول هادا اللي غادي ندخل الفرن وصفي وغادي نوضع عليها دب الكفتة وغادي نوضع عليها البطاطا على هات الشكل هادا بشكل عشوائي سنوضعوه كل بشكل عشوائي وفي هاد الاثناء عندي الفرن شعلته من لتحت على نار متوسطة بالنسبة للمطيشة انا يدرتها خضرة ضفت عليها غير منسيمات فقط وغادي نخليها في الفرن غادي نوضعها في الفرن من الفوق والنار من لتحت نخليها حتى الطيب مزيان طيب لينها ديك تشارميلها ولما كنتوش غادي كنتو تفضلو انكم تطيبو تشرمو لهي اللولا تقدرو تطيبوها هكا يتشحروها مزيان في المقلات مع شوية ديال الزيت سوف يعد توضعوها في المول اللي غادي ندخلو الفرن سوف يانايا درت المطيشة درتها خضرة ولكن غادي نحاول غادي نطيبها مزيان حتى الطيب لينها من تحت عاد غادي نشعل عليها من الفوق بالنسبة الكمية اللي تبقت لي ديال المطيشة هنا وضعتها من الفوق فوق من البطاطة على هات الشكل هذا طيب غادي ندخل المول ديالي غادي ندخلو الفرن من بعد ما تحمر ليني شوية البطاطة والمطيشة وغادي نعاود نرش عليها الجبن الاحمر غادي نضيف واحد القطارات ديال زيت الزيتون تبقى اختيارية صافي من بعد ما تحمرت لي البطاطة كيف تتشوفو ونشفت لي المطيشة أنا غادي نرش الجبن الاحمر صافي غادي ندخل المول ديالي باش يدوب لي الجبن صافي من بعد غادي نخرجو حتى نطلقاو ونشوفو الشكل النهائي ديال الطبق صافي من بعد ما خرجتم الفرن تيجيوا عليها تشكل هذا غير داب لينا الجبن لان جميع المكونات اللي عندنا كل شي طيب غير داب لينا الجبن صافي خرجتم الفرن تيجي عليها تشكل هذا نقطع معكم باش تشوفوك باش تيجي من الداخل صدقوني غادي يعجب ولداتكم بزاف وتيوجد في دقائق يعني ما ياخدش لنا وقت كبير باش يوجد ونفرحوا بي ولداتنا وعائلتنا علش الله نتمنى يعجبكم الفيديو إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة